أكون لها طبعاً أمير لغيب أني يا أمير نعمل خاطر في القدعان نعمل القأل والحيمة لا رفحوا حضني بالسعاد سفدوني تكلم بالسعاد ذكريت المحزنة السلام عليكم يا رفاق معكم كاكورتان في من هو الموت هو النهاية الواحدة للشريرة الجزء 11 أعتقد صدنا إلا أنه كان هناك مغتالين في غابة الصيد يريدون قتل ولي العهد لكن بنوربي تدخلت وقامت بقتل العشرين مغتال في النهاية وقع الاثنان من أعلى الجرف والآن سنعرف ما الذي حدث لهما لنبدأ القصة تفتح بنوربي عيناها وكان هناك نار مشتعلة حولها تتساءل أين هي لكن تحدق لقد كانت بملابسها الداخلية لم تكن ترتدي فستانا بعدها تصحب رداء ولي العهد وتقول ما الذي يحدث؟ لماذا هي بملابسها الداخلية؟ يأتيها من خلفها كاليستو ويقول لها هل استيقظت؟ تصرخ عليه وتقول له ما الذي يفعله ولماذا يتجول عاريا؟ يقول لها إذن ماذا؟ هل عليه الاستمرار وارتداء ملابس مبللة؟ يكره ذلك فيما الذي عليه فعله إذن؟ أيضا هو ليس العاري الوحيد هنا؟ يقول لها لقد أصبحنا أقرب بعد كل شيء تصرخ وتقول ألا يمكنه التوقف عن قول أشياء فضيعة كهذه؟ يقول لها أليس هذا كثيرا إلى شخص أحضرها لهنا بشق الأنفس؟ تسأله كيف يلمس جسد سيدة دون إذن منها؟ يجيبها إذن أكان عليه أن يرميها ويتركها وشأنها؟ ولا يهتم إذا كانت ستموت أم لا؟ تقول له بثقة نعم يستغرب منها تكمل كان يجم عليه أن يتبع أخلاق الرجل المحترم أو يمكنه أن يوقذها يقول لها لا يوجد شيء لرؤيته تصرخ وتقول ما الذي قاله للتاو؟ لماذا لا يوجد شيء لرؤيته؟ يصخر منها ويقول إذن هل لديه الكثير لرؤيته؟ في الواقع كان الكهف مظلما جدا لدرجة أنه لم يتمكن من رؤيه أي شيء يكمل بهل يرى جمالها الآن؟ تصرخ عليه وتنعته بالقذر يقول لها لا يعتقد أن هذا ما يجب أن يقوله من يسترق النظر من بين أصابعه فقط لما لا تنظر بوضوح؟ كنت بنلبي خائفة أن يفعل شيء عديم الفائدة بينما هي معصوبة العينين على أي حال ليس هناك أي نية فاسدة؟ ثم تتمتم عليها تحمله إنه أمير المملكة ولي العاهد طولي بالك هذا حبيبك يلا ما عليش طولي بالك هذا سندك يلا ما عليش طولي بالك من يكون كاليستو ريجولوس؟ ذو الأفضلية 2% واو أصبحت 25% تقول هذا صحيح إنه بسبب مهمة ثم تقول بنلبي لي كاليستو ما الذي حدث له معه؟ هل فقط سقطاه من أعلى المنحدر؟ يقول لها أنه كان هناك شلال تحت المنحدر نجوا لأنهم سقطوا في النار عندما خرج حاملا إياها مغمنا عليها كان هذا الكاف قريبا تقول بنلبي إنه يقول الحقيقة ويمدع أن المطق توقف لكن يمكنها سماع صوت شلال ليس ببعيد لكن هذا المكان ماذا لو كانت منطقة خطرة؟ ثم تسأل كاليستو إنه ليس مخبأ حيوان أليس كذلك؟ يقول لها عندما كانت نائمة ألقى نظرة بالأرجاء وقد كان مهجور بشكل غريب تسأله هل يعرف أين يقع هذا المكان؟ يجيبها لا دائما ما تقام مصابقات الصيد في الغابة الشمالية لكنه لم يكن يعلم حتى أن هناك مكان كهذا تقول بنلبي في عقلها؟ لابد أن هناك فوضى الآن اختفى ولي العهد والأميرة مرة واحدة وكم كانت الغابة مقلوبة رأسا على عقب ثم تسأله هل جسده بخير؟ يصخر منها ويقول تسأله الآن؟ إنها تسأل مبكرا جدا شكرا لها على دموعها تقول في عقلها في المقام الأول لم يكن من الممكن أن يموت هدف من الهجوم إنه أحد الشخصيات الزكورية بسبب هذا الرجل هي التي كانت تقف ساكنة كدت تنجرب وتتعرض للإغتيال لكن نزال يزعجها أنه تعرض للأذى نيابة عنها تقول له هل إصابته خطيرة؟ فليدها ترى يقول لها أن تنسى الأمر ألقى نظر عليه لم يكن بهذا العمق رأى فقط القليل من الدماء تقول له أن عليه العودة سريعا وأخذ العلاج يقول لها هل هي قلقة عليه؟ تجيبه بالطبع لا يموت أمام نظريها تكمل في عقلها إذا أراد الموت فليذهب لمكان ما ويموت لا يفعل هذا أمامها يحدق بها كاليستو مصدوم تقول بنولبي تبا ما قالته للتاو بدى مريبا حقا طبعا في النهاية بنولبي كانت قلقة على نفسها فحسب حتى النهاية تحمر خجل وتقول أيضا إنها متأخرة لكن شكرا له على إنقاذها بعدة طرق تقول في نفسها عليها أن تعترف بما ينبغي أن تعترف به بغض النظر عن المهام اللاعينة أنقذها كاليستو عدة مرات حتى بعض السقوط من على الجرف لم يتركها وحملها إلى هنا إن بقيا معني الآن هل هي خارج مستوى الخطر؟ عندما لا يزال معا تغض الذكريات الوحشية حية ثم يبتسم ويزداد مقدار الأفضلية إلى 27% يقول لها إذا كانت ممتنى هكذا إذا فالتقى في حبه مجددا تغضب وتقول هذا الهراء مجددا يسألها ألم يحل الوقت لإخباره بسبب أعجابها به؟ تقول لها أنها لم تحبه ولو لمرة واحدة لماذا هو مهووس بالسبب؟ حتى أنه أرسل لها تهديد أي تقصد لسالة ذات مغزى يقول لها السبب وراء اتباع الأميرة له في ذلك اليوم واعترافها المفاجئ بحبها له يشعر بالفضول ولا يمكنه تحمل ذلك على الإطلاق تقول في عقلها لا تستطيع القول أنها حاولت الموت لتجرب زر أي عدد الضبط يكمل لذا بعد أن انتظر لعدة أسابيع للحصول على جواب واحد قامت هي بتغيير كلامها فجأة وكرهته لذا ألن تشعر هي بأنه غير عادل لو كانت محله؟ تقول في عقلها لم يعد لديها طاقة للجدال بعد الآن وتقول لكاليستو حقيقة أنها كرهته لم يكن الأمر كذلك يقول لها أهذا يعني أنها ما زالت تحبه؟ تشبه بسرعة لا لماذا لا يسألها عن سبب تغيير رأيها؟ يجيبها واو يبدو أنها تريد إجراء محدثة وحدهما في غرفة التعذيب بتهمة خضاع العائلة الإمبراطورية بعدها يقول لها لماذا؟ لماذا هي تكرهه لهذه الدرجة؟ لماذا غيرت رأيها فجأة؟ قال لها أنها جريمة احتيال على العائلة الإمبراطورية سيغد النظر عن الأمر هذه المرة لذا فلتخبره تحضق به وتقول هل يسأل لأنه لا يعرف حقا؟ ما سبب كرهها له ووضعها لعلامة إكس على إسمه؟ لقد وضع سكينا على رقبتها وقال لها وأدعان ثم تقول له أنه حاول قتلها كان مستغرما ويقول ما تفعل ذلك لها؟ تقول متى؟ متى فعل ذلك؟ تصرخ وتقول ذلك اليوم في حفلة يوم ميلاد الأمير الثاني في حديقة المتاهة سموه وحاول قطع عنقها بسيف بسبب ذلك عانت من كل أنواع الكوابيس كانت مريضة لعدة أيام وكانوا يقامون بوضع ضمضات عليها يزيح بنظره عنها ويقول ذلك هو لم يقصد قتلها حقا؟ تشتمه في عقلها وتقول هذا الواغد لقد مادت عدة مرات في حديقة المتاهة أثناء اللعب لدرجة أنها لم تستطيع المضي قدما في مسار ولي العهد كان هو السبب في موتها لعدة مرات ويكمل أنه كان يشعر بالمثل يومها لم يستطع رؤية أي شيء لهذا أي شخص كان يقترب منه كان يقوم بتصويم سيفه نحوه ومع ذلك ألم يحافظ على حياتها لأنه كان مهتما بأسباب إعجابها به؟ تقول له إنها متأثرة للغاية لدرجة أن يدها وقدمها ترتعشان إن دموعها تنهمر يقول لها هل تصخر منه الآن؟ تقول له مستحيل ثم يقول لها إذن فلتخبره الآن لماذا وقعت في حبه؟ تقول له أنها أخبرته بالفعل ذلك اليوم إنه وسيم شجاع ماهر في المبارزة يقول لها أن تصمت ولا تتحدث بنفاق هكذا هل تظن أنه ليس لديه عينان؟ كلما تقوم بالنظر في وجهه تقوم بإظهار هذا التعبير تقول له ما خطب تعبير وجهها؟ يجيبها تبدو كأنها تأكل فرسة كلب تعبيرها كانت مثل ذلك تقريبا تفكر أنه يجد حقا اكتشاف الحقائق بعضها يقول لها أن تكون صادقة هل تم تهديدها بالقتل إذا لم تعترف له؟ تقول في عقلها تتمنى لو كان شيئا مثل هذا هذه اللعبة بحد ذاتها تهديدون كبير والآن أي نوع من الإجابات يجب أن تقدمها له لقد أجابت مجرد إجابة عشوائية إنها لا تعلم بعدها تقول لون شعرك كان جميلا عندما رأته لأول مرة في مأدبة الأمير الثاني شعره كان براقا بسبب انعكاس ضوء الثرعي عليه لقد كان يضيء باللون الذهبي لقد بدوك أن مصحوقا ذهبي يطفو حوله تكمل في عقلها؟ اعتقدت حقا حينها أنه كان يشبه الملوك كان أكثر جمالا من شاشة اللعبة أكثر نبلا وأيضا أكثر هيبة تكمل وتقول كلتا عينيه كانتات الدوان وكأنهما مرصعتان بالياقوت بهذ الثمن لذا بدوك أنه غنيمة تقول لها هل هذا يعتبر الحب من النظرة الأولى بالنسبة لها؟ تقول له سيكون من الجميل لو بد الشخص ذريا إنها عدم تحب المجهرات والذهب وتقول هذا يكفي لم تقع بحبه مطلقا لقد حاول الطرحة إجابة معتدلة فقط بعدها يقول أنت حقا امرأة غريبة واو يا جماعة بدنا نعرف لما حدا يقول للبطلة أنت غريبة أول حاجة يكون هو البطل تاني حاجة رح نسمحها في كل من هو تقريبا في كل من هو مش تقريبا أكيد إذا البطل ما جالش للبطلة أنت غريبة ضع نسو عمره خلص ما بيكونش اسمها مان هو خلص نرمي المان هو على جنب بأنه من عادتنا وتقاليدنا أن البطل يقول للبطلة أنت غريبة آه أو أنت مختلفة عن الآخرين إنها مختلفة دعونا نحبها واو المهم شونا نعمل عادتنا وتقاليدنا لقد زاد اهتمام ولي العهد إلى 29% تفكر لقد قال أنها غريبة إذن لماذا ارتفع اهتمامه ثم تقول لا هذا يكفي صحيح لقد أخبرته كل شيء إذن لمزيد من الأسئلة يقول لها أن عليهما الخرود للنوم يجب عليهما مغادرة الغابة حالما يحل الفجر تجربه بسرعة هذا صحيح تقول أخيرا إنها حرة إنها متعبة جدا كمحدد الحوادث التي حدثت اليوم منذ الصباح الباكر بعدما نامت بالنولوبي كانت تحلم كوابيس بالدب بعدها بالمغتالين ثم تستيقظ من النوم يسألها ألا تستطيع النوم تقول له ألم ينم هو يجيبها سيكون ممتعا لو نماهما الاثنان وطمط عنهما حتى الموت المقصد من كلامه هو أنه سيقوم بالحراسة يسألها هل كانت تحلم بكابوس تجيبه أنها شعرت بالتعب قليلا وتقول هذا صحيح كانت تحلم بكابوس جسدها كله يرتجف حقا لقد كان تأثير الكابوس سيء عليها لدرجة كبيرة يبدو أن ضعف هذا الجسد والسقوط في النار كان له ماء ثر سيء عليها لا تظن أن هذه الرجفة بسبب البارد يقول لها هل تشعر بالبارد؟ تقول له ماذا؟ كلا ثم يقول إن هذا أمر مزعج تسلق وتقول لماذا هو يقترب منها؟ يقول لها أن ستتحرك جانبا أم لا بعدها يحتضنها تقول ماذا؟ الآن ما هذا الواضع؟ تقول له المعذرة ما الذي يفعله الآن؟ فليتركها حالا يقول لها يالا وقحتها كيف تجرأ على فعل هذا لولي عاد الإمبراطورية؟ لا تقوم كثيرا ولتبقى هادئة إنه لا يفعل هذا لأنه يحب فعل ذلك أيضا تسأله إذن لا يفعل ذلك؟ هيا وليتركها أي نوع من التحرش هو هذا؟ يقول لها لا يعلم ما هي الأفكار التي تدور في ذهنها ثاكن فلتخرجها من رأسها عندما يكونوا بعيدين في ساحات المعركة ابقى درجة حرارة الجسم ثابتة بين الرفاق هو أهم شيء هناك أشخاص يأخذون البرد باستخفاف ويفقيدون حياتهم بعد الساعة أو اثنتين فقط تحدق به وتقول ماذا يعني؟ بغض النظر عن مدى صعوبة الوضع في اللعبة لا يمكن أن تصل صعوبتها لهذا المستوى لو كانت بطلة الوضع العادي التي لا تعرفها متواجدة لكان من السخف أن ينظر هذا الجو الغريب بينها وبين ولي العهد المجنون لكن لماذا يبدو هو مستاء منها إلى هذا الحد؟ وتقول لولي العهد هذه ليست صاحة معركة يقول لها إذن يمكنها التحمل والموت من انخفاض درجة حرارة جسمها بعد الساعة لكن بن لبي لم ترد عليه يخاف عليها ويقول هل ما زالت تشعر بالبرد؟ لماذا هي ترتجف مثل الكلب؟ واو 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 أعظم ما قيل في الغزل لماذا ترتجفين مثل الكلب؟ تقول بن لبي في عقلها ترتجف مثل الكلب؟ هذا الشخص المسمى بولي العهد لا يملك أي انذرات احترام وتقول له إنها لا ترتجف بسبب البارد يسألها إذن لماذا؟ تقول عندما أغلقت عينها قامت بالتفكير بشأن ما حدث مسبقا وتقول لقد كانت بطيئة الوعي بالعواطف ومشعرها الحقيقية وآثارها كل شيء يمر أمامها الآن مثل الإعصار الدبل الذي كان يؤرجح مخالبه أمامهم وسقوط كريستو أمام عيديها القتل الذي لكانوا يطاردونهما الموت الذي كان قريبا منها تعرضت لصدمة فضيعة من كل هذه المواقف يقول لها حينما سقطت من الجرف وكادت أن تصبح فريسا لدوب وهو الذي اعتقد أنه أغمي عليها لكن يبدو أن الأمر لم يكن كذلك تقول له كل هذه الأشياء تبادرت إلى ذهنها وهي ترتجف مثل كلب مثل ما قال بعدها الأخت بتأخذ رحتها تقول يبدو أنه لا يجيب هو من حضنها أولاً دون إذنها على الأقل يجب أن يلعب دور الوسادة جيداً يقول لها هو عندما كان صغيراً كان حينها في التاسعة أو العاشرة من عمره في ذلك الوقت في الغابة صدف دباً في نفس الحجم الذي صدفته الأميرة اليوم تقول له أجل وتفكر في عقليها لماذا يطرح مثل هذه القصة فجأة من العدم؟ يكمل تصدف حدوث مسابقة الصيد في ذلك اليوم مع الاحتفال بيوم ميلاد الأمير الثاني لقد كانت أول مرة يرى فيها أخيه كطفل تم الاعتقاد بأنه سوف يقوم بأذية طفل حديث الولادة ولهذا كانت الملكة دائماً تقوم بعزله عنه لهذا لم يتمكن من رؤية شعر واحدة منه حتى جميع النبلاء تحضروا لمسابقة الصيد لكنها كانت بالاسم فقط كانت الهداية تتكدس من أجل الأمير الثاني طيدة المسابقة كان هو الشخص الوحيد الذي شارك فيها خالي الوفاط أراد أن يعطي أهاه الوحيد هدية رائعة ولهذا على الرغم من معارضة والده تسلل إلى أراض الصيد حاملاً قوساً معه كان يخطط لصيد حيوان صغير كالأرنب ويقدمه له كهدية تحضر قففة تقول هل وشهه كان يبدو محبطاً قليلاً؟ للتو قبل أن ترتفع معنويته مرة أخرى؟ هذا غريب تصدق أنه حتى هذا الرجل حضي بمثل هذا الوقت الحزين لكن كانت مشغولة تحاول النجاة من الموت في الوضع الصعب لهذا كانت تفتقر إلى الكثير من المعلومات سيكون من الأفضل الإصغاء إلى طفولة ملي العهد يجب أن تحوس على أي شيء يمكنها استخدامه للنجاة في المستقبل يكمل بأنه كان من الجيد الخروج والصيد هكذا وجد الفريسة التي كان يريدها إلا أنها هربت بسرعة والسهم لم يصبها وبينما كان يلاحق الفريسة دخل إلى أعماق الغابة دون قصد ومن ثم صادف دبا تقول بن لبي هل هذا ممثل لما حدث لها اليوم؟ يقول لها كاليستو على عكس الأميرة لم يكن قادرا على إطلاق صه من واحد على الدب الذي يركض نحوه كان مرعوبا للغاية تمكن من الهرب قبل أن يتمكن الدب من ضربه من مخالبه الأمامية ومع ذلك هو لم يتجنبه تماما حيث مخالبه تمكنت من جرح ذي رعائه لو استمر الأمر قليلا لما توقف الأمر عند هذا الجرح بل تم تمزقه إربا بمخالبه لقد كان محظوظا تقول له بن لبي حسنا لكن ليس عليه وصف المشهد بالتفصيل يكمل على كل حال بينما كان يهرب من الدب المتوحش الذي كان يطارده فجأة التساهم من الجانب المعاكس تقول له هل كان حراس؟ يقول لها اعتقد ذلك أيضا في البداية عندما كان هناك صدف مغتالين يرثدون الأسود أطلقوا عليه سهاما تقول له مغتالين؟ يكمل بأنهم أرسلوا عددا كبيرا لقتل طفلين صغير ذو عشرة أعوام ثم تقول اوه يبدو أنه كان شيئا يتعرض له كثيرا بطريقة ما لقد كان هادئا عندما كانت تتم هاجمته في منتصف أراضي الصيد فقد واجه تهديدات لا تحصى من طفولته وحتى الوقت الحاضر طفولته السيئة والتي لم يتم ذكرها بالتفصيل في اللعبة كانت أسوأ مما تخيلتها تسأله بنولبي من الذي أرسل المغتالين؟ يجيبها اكتمل التحقيق بشرعة كبيرة لذا لا يعرف من المسؤول حتى لو لم يتم الكشف عن الأمر فبالتأكيد تم إرسله من قبل الإمبراطورة أو بلد أجنبي في ذلك الوقت الأمير الثاني كان طفلا مسكينا لم يستطع حتى الكتابة بشكل جيد تقول بنولبي صوته بارد بالنسبة لكاليستو الآن فهو لا يشعر بأي مودة على الإطلاق تجاه أخي الصغير تقول له بنولبي هل لا بأس بإخبارها بهذه القصة؟ يقول له وما المشكلة ليس الأمر بكأنها ستذهب إلى الأمير الثاني وتنضم لها حتى لو كان الأمر كذلك فلا يعلم ما هو الشيء النافع خلف هذه القصة تقول بنولبي إنها غاضبة لكنه محق ليس هناك اعتراض على كلامه كان الأمر كذلك عندما كان طفلا لهذا فإن شخصيته محكوم عليها بالتدمير ثم تسأله ما الذي حدث بعد ذلك يكمل ركض حول قتله دون أن يدرك أنهم قادمون لقتله لكن فجأة أصيب في صدره من الأقواس التي استخدموها وسقط من أعلى المنحدر لحصد الحظ لم يموت بسبب من متاع كان يحبله حول رقابته وكان يعود لواليدته تحدق فيه يقول لها لم يعد يستخدمه الآن بعد ذلك اليوم لم يستطع استخدامه لهذا احتفظ به في مكان آخر يقول لها هل انتهت من التحديق به؟ تجيبه إذن مالذي حدث بعد ذلك؟ ماذا عن الدب الذي كان يطارده؟ يقول لها كاليسو إنه أمر مضحك بفضل سقوطه من على المنحدر الدب الذي كان يلاحقه تركه ولاحق المغتالين كانت معركة دموية الدب كان ذكيا للغاية كان ماهرا في القتال ضد المسلحين ثم تسأله بنولبي إذن أي فريق قد فاز؟ يجيبها كلا الجانبين قضيا على بعضهما المغتالين كانوا ذوي عددا قليل ولم يمتلكوا أسلح ذات نطاق قريب المدى ليجعلوا الضرر أكبر على الجانب الآخر الدب قضى عليهم وانتصر لكن السم الموجود في السهام انتجر في جسده ومات في نهاية المطاف ثم يقول لها ما الذي تظن أنه فعله بعد أن نجى؟ تفكر ما الذي يقصده لو كانت هي مكانه لكانت هرمت في الوقت الذي اشتبك فيه كل من الدب والقتل يقول لها قمت بقطع رأس الدب الميت وبكل فاخر قد فزت في مصابقة الصيد بعد الحافل رأس الدب الذي جلبه معه ألقاه على كومة هدايا الأمير الثاني مشهد الدم المتدفق الذي لم يجف بعد كان مذهلا للغاية صدمت بن ربي مما قاله للتو رقابة دب ميت من سيقوم بإخذ رقب الدب ميت على الفور في هذا النوع من المواقف؟ التفت إليها ويقول لكن أليس سمو الأميرة أكثر شجاع منه؟ خلافا له هو الذي كان انتهازيا لقد تعاملته مع الدب بنفسها تفكر هل يصخر منها يا ترى؟ ثم تقول كلا ربما لم يكن يصخر منها بل يصخر من نفسه في ذلك الوقت يقول لها أن مهاراتها في استخدام القوس أفضل مما توقع حتى أمهار الصيادين مثلها لن يتصرف بهدوء إذا ما صدفوا دبا فجأة فإذا أدار الشخص ظهره وهرب فسرعان ما ستتم الأحقته من قبل الدب الذي سيمزق أطرافه عاجلا أم آجلا لهذا فلتتخلص من هذه الأفكار عديمة الفائدة فلتفخر بحدسها وقدرتها على المواكبة والتصدي تقول بتأكيد ربما يقوم بمجملتها بسبب أنه قد مر بتجربة مماثلة على الرغم من طريقة كلامه الفضى والقاسية إلا أن قلبها قد هدأ من المثير للسخرية أن الشخص الذي قال لها هذا الكلام هو ولي العهد الذي يشكل الخضر الأكبر وليس شخص آخر ثم تقوم بنلبي بشكره وتقول هو أيضا كان شجاعا للغاية عندما كان صغيرا يقول لها أهذا كل شيء تجيبه أجل ماذا هناك يقول لها تقديرها لقصته تقول له أجل هذا كل شيء وتفكر ما الذي يفترض بها قبله غير هذا إنه لأمر مؤسف لكن أي نوع من الأطفال يبرغ من نوع من عشرة أعوام سيرغط في قطع رأس دوب على الفور في ذلك النوع من المواقف هل يريد سماع أن هذا شعر بالأسف لأنه كان يمر بوقت عصيب منذ طفولته ثم بعدها يقول لها هل هي ليس لديها أي تمشاعر تستغرب منه لماذا يسألها لماذا هي لئيمة للغاية تقول له ماذا تستميحه عذرا لكن ما الذي يريده وتفكر في عقلها هل هو في وضع يسمح له بقبل مثل هذا الشيء لها يقول لها عندما سرد هذه القصة للجنود الذين كانوا يرتجفون في ساحة المعركة نسلت دموعهم قد نحبوا وبكوا ألا تشر الأميرة بأي شفقة تجاهه عندما كان طفلان تقول في عقلها هذا ليس مثيرا للشفقة على الإطلاق من قد يكون أسوأ حالا منها في هذه اللعبة ثم تجيبه على أي حال هو على قيد الحياة الآن النهاية الحزينة خاتمتها الموت تكمل في عقلها إنه لا يعلم أبدا كم هي تكافح لك تتجنب هذه النهاية الحزينة ولن يعلم أبدا عنها يتنهد ويقول ها كما تقول الشائعات شريرة دون دم أو دموع تصرخ وتقول ما هذا الذي تسمعه ما الذي يقوله الآن يبتسم ويقول حينما يكون برفقة الأميرة ليس هناك وقت كي يشعر بالملل وزاد مقدار الحب لأربعة وثلاثين بالمئة تقول في عقلها خمسة في المئة لقد كانت قمزة كبيرة لقد تجاوزت الأفضلية الافتراضية للوضع العادي ثم تقول لولي العهد أنه زال توترها يخبرها أن تذهب للنوم الآن تقول بينولوبي الآن لقد هدأت لم تعد ترتجف من الخوف بعد الآن بعدها الدوق كان في غرفته متوتر يأتيه السيد أزرق يقول الدوق هل عادت بينولوبي؟ يهز السيد أزرق برأسه حزن الدوق كثيرا وقال ألم تعد بعد؟ يقول السيد أزرق أن السيد وردي أخذ صيد الحيوانات الصغيرة يقول الدوق إذن هل ذهبت من ذلك الطريق؟ يوم السيد أزرق برأسه يغضب الدوق ويقول أين يمكن أن تكون؟ إن كانت حقا في أرض صيد الحيوانات الصغيرة يجب أن يكون الحراس قد عثروا عليها بالفعل ما الذي يمكن أن تفعله فتاة لنتصل لسن الرشد بمفردها في الغابة؟ ويسأل عن ولي العهد هل هناك أي أخبار عنه؟ يقول السيد أزرق بالرغم من مرور وقت طويل بعد أعلان وقت التجمع مجددا ولي العهد لم يعود أيضا لقد أرسل القصر الإمبراطوري فريقا من أجل البحث وقد طلب السيد أزرق منهم أن يخبروه إذا تمكنوا من العثور على بنولوبي لذلك كل ما عليهم فعله الآن هو الانتظار يقول الدوق كيف يمكن أن يختفي ولي العهد أيضا لابد أن ذلك الوقت قد قام بأذية بنولوبي وصحبها إلى مكان ما يقول السيد أزرق للدوق أن يهدأ هناك الكثير من الأذان حولهما ثم يسأل الدوق هل قلن ليوناردو أي شيء آخر؟ يجيبه السيد أزرق بأن السيد وردي قد شهد شيئا غريبا عندما قام بالبحث سابقا كان هناك جث الدب بني تم قطع رأسه وكانت هناك علامة ذهبية حيث تم إطلاق صراحه والشيء الغريب أن رأسه كان بعيدا عن جسده بالإضافة إلى ذلك قل أيضا أن جسده كان مغطى بالكامل بالكدمات كانت الكدمات على شكل دوائر مستديرة ثم يسأل الدوق إذن كيف تم التعامل مع جثة الدب؟ يجيبه السيد أزرق أن خدمة المركز إيلين قد وصلوا أولا وقاموا بأخذه يتسأل الدوق إيلين هوبر؟ إذن هل استضر مركز إيلين الدوب؟ يقول له السيد أزرق لا يمكن أن يكون هذا صحيحا من أجل إرضاء ذوق سموه ولي العهد يجب أن تكون وحوش بصابقة الصيد قد تم إعدادها بشكل خاص علاوة على ذلك المركز إيلين كان يمتلك غزالين ولم يكن هناك رأس دب كبير في أي مكان يقول الدوق في الحقيقة ذلك الرجل العجوز لا يستطيع إطلاق سهم حتى لا يمكنه أن يصد دبا هاخ لا يمتلك أي أفكار عما يجري بنولبي لقد ذهبت إلى ذلك المكان حيثما طم إطلاق الحيوان ما كان عليه أن يعطيها القوس في ذلك الوقت ثم يسأل السيد أزرق والده القوس والكورات التي أعطاها لبنولبي أي نوع من السحر تم إلقاؤه عليها هل أعطاها كورات السحر الصاعقة؟ يجيبه الدوق أنه وضع عليه سحرا يجعل المرء يفقد ذاكرته قبل أن يتم ضربه مباشرة يتفاجأ السيد أزرق ويقول لماذا قد أعطاها شيئا خطيرا كذلك؟ يجيبه الدوق إذا أراد أحدهم إطلاق النار عليها سوف تخرج السلاح سر وتقوم بالإطلاق النار عليه يقول له السيد أزرق إنه يعلم جيدا شخصيتها ومع ذلك قام بإعطائها ذلك السلاح إذن تماما كما في العام الماضي ستتجول بجموح وتحاول إطلاق النار على الآخرين إذا أصيب شخصا ما وفقد ذاكرته ما الذي سيفعلونه في ذلك الوقت؟ يصرخ عليه الدوق ويقول له أن يتوقف وأن لا يستبقى الأمور يصرخ السيد أزرق ويقول أنه قام بتسليم منجم ألماس كامل لتغطية حدثة العام الماضي من أجل أن لا تدخل بنروبي للإستجن هذه السنة هل يخطط هذه المرة لتسليم جميع المناجم المتبقية للنبلاء؟ ثم يناد الدوق على السيد أزرق ديرين إيكارت توقف عن ذلك حالا صحيح أنها كانت خسارة كبيرة لإيكارت لكن بنروبي طفلة سجلت في سجل العائلة رسميا كيف يمكنه أن يبقى مكتوف اليدين ويشاهد طفلة تسجن بسبب الجربة التي أثارتها دون وعي؟ ولأنها تشعر بالإرهاق هذه الأيام بسبب الأشياء المختلفة التي حدثت في المنزل منحها ذلك لأنها تستحق العطاء والمضي قدما يصح ديرك ويقول لهذا السبب فقط؟ يكمل الدوق بعد حدثة السيدة دونة بدت حزينة بسبب ما حدث في الميدان سمع أيضا أن العد خنق فارس لأنه كان يثلثل علانية بالسوء على بنولبي فهل كان يعلم عن هذا؟ يقول السيد أزرق في عقله أنه كان يعرف سمع بالأمر متأخرا في ذلك اليوم توجه إلى الميدان بعد أن أخبره الخادم أنها ذهبت لممارسة القوس والإشهاب كان يريد أن يخبرها أنه عقب الرجل الوقح الذي تجرأ على إهانة الأميرة لهذه العائلة لكن في اللحظة التي رأها فيها متمسكة بذلك العبد حس أن عيناه تمقلبا لرأسا على عقب بعد كل شيء لم يستطع قول شيء لها يكمل الدوق الطفلة التي قالت أنها تفضل الاهتمام بنفسها بدلا من الذهاب لمسابقة الصيد بعدما تعرضت للإهانة أكان عليه معقبتها؟ قام فقط بتعزيتها وإعطائها قوسا وإشهابا لا يمكنهم أن يتركوها تبقى في المنزل للأبد يقول السيد أزرق أنه قام بمعاقبة مارك وهو سيد طحلب ورفقته وطردهم على الفور لو أنها قامت بإخباره أو بإخبار والده كلا بل لو أخبرت كبير الخدم حتى لكان من السهل حلها لكن من يجعل كل موقف أسوأ لا أحد آخر بل يقاطعه الدوق ويقول داريك لا تكره تلك الطفلة كثيرا يزم السيد أزرق ويقول يكرهها؟ يكمل الدوق بأنه خطأه أيضا أن بنولبي أصبحت طفلة طائشة أحضرها لملء جشعه لذا تم يستطع حتى الاعتناء بها كما يفترض له أن يفعل إنها مؤخرا تحاول أن تصبح هادئة وتنضج لذا فليعتني بها أليست هي أخته الوحيدة؟ يغضب السيد أزرق ويقول أن لديه أخت واحدة فقط وهي إيفون يقول الدوق لا فليتوقف الآن وليترك إيفون تذهب كانت خسرت إيفون حادثا حتمي حضب السيد أزرق ويقول كيف يمكنه أن يقول ذلك؟ ليس أي شخص لكن إنه ولد إيفون يكمل الدوق أنه لم يتوقف أبدا عن البحث عنها لكنه لم يرى أي شخص رآها ألم يحن الوقت بعد للإقرار بأنها لم تعد موجودة في هذا العالم؟ يصرخ السيد أزرق يقول له الدوق أنه مرت سنوات بالفعل ست سنوات منذ أن أصبحت بنولي بإفرد من العائلة صحيح بأنه جلبها إلى هنا بدون السؤال عن رأيه وأنه أهمله ولم يكثرث بما سيحدث لعائلتهم لكن إلى متى؟ إلى متى سيستمر بمضيقتها وكراهيتها بسبب شعوره بالذن تجاه إيفون ثم يقول السيد أزرق أبي أنا أبدا لم أفكر في بنولي بي بهذه الطريقة يكمل في عقله لا يعلم ما إذا كان الأمر نفسه بالنسبة لليوناردو لكن دائما ما كان السيد أزرق يسيطر على أعصابه لأن بنولي بي لا تفكر في نتائج غضبها الطفولي وتصالفاتها الطائشة بتاتا السبب الوحيد الذي جعله ويكرهها كان بسبب سلوكها لهذا في تلك الأيام عندما أصبحت إنسانة محترمة قليلا هو لم يظهر كثيرا من هذه التعابير بعدها يتذكر بنولي بي عندما قالت له أيها الدوق الشاب ويتذكر الموقف عندما أعطاها بشاحن أي إن كان العقاب الذي ستمنحني إياه سأقبله أيها الدوق الشاب ويقول كانت دائما أتناديني بأخي طيدة الوقت أمام الأشخاص الأخرين لكن عندما يكون وحدهما فإنهما يتبعدان وتكون صارمة أليس هذا مضحكا أن ينادي بعضهما بأخي وأختي طوال الوقت ويقول في كل مرة تنادي فيها أخي يشعر بالانزعاج لدرجة تصيبه بالجنون ويتذكر ذلك الموقف عندما قالت له أنه من الآن فصاعدا ستعيش كالجرد وليس هناك داع لأن يطلق حيال للأمر الآن هي تنظر إلى وجهه ببرود ويعتلي وجهها تعابير صارمة هنا لحظة إدراك للسيد الشاب السيد أزرق ديريك ويقول لوالده لكن هي من تكرهه وليس هو بعدها يأتي ليونارد وهو يلهاث ويقول أن هناك بعض الأشخاص الذين رأوا بنولوبي يقوم الدوق بسرعة ويسأله من هم يجيبه البارون طولات إنه الشخص الذي خلقت قطوبته للكنتيسة كيلين ضجة كبيرة سابقا في هذا العام يقول له الدوق هل يقصد الشخص الذي انضم إلى صف الإمبراطورة عن طريق ماكيدا من المركز إيلين أين قد رأى بنولوبي كان السيد وردي متردد ويقول في اللغابة تم طرحه أرضا بوسط قوس بنولوبي وفقد صوابه منذ اللحظة التي تم العثور فيها عليه كان يسير لعابه مثل الأبله لقد كان يتحدث عن سيده بشعر وردي ذاكن كل من الدوق وديريك كان متعجبان يقول له ما السيد وردي هذه ليست النهاية بالإضافة لذلك هناك عدد من النبلاء يقولون أنهم فقدوا صوابهم ومن ثم استيقظوا حدث ما كان يخشاه ديريك في النهاية بعدها تستيقظ بنولوبي تقول هل هو الفجر الآن؟ تقوم بارتداء ملابسها كانت الرياح تهب من داخل الكهف تذهب عند كاليستو وتقول له أن يستيقظ تلمسه وتقول إن جسده بارد بصورة لا تصدق تقترب لتسمع نبضه هل سموه قد مات؟ كلا قلبه ينبض بانتظام هذلك بسبب أنه قد نام عاريا طوال الليل بعد أن أعطاه رداءه حتى أنه قد تعرض للطعن بوسط السيف البارحة تقول مهما كان عدد المرات التي حاولت فيها إيقاظه فليس هناك نتيجة إذن ليس بيدها أحيلة ولك ليش مش لابس طاقي بعدها تقوم بصفعه على وجهه وتقول سموك استيقظ أرجوك افتح عينيك سموك هيا تقول له هل هو بخير؟ هل يشعر أنه مريض أو ما شابه؟ يقول ولي العهد يدها الأميرة هل قمت بصفعي للتو؟ تقول له ماذا؟ أنا؟ هل يمكنني هذا حتى؟ كيف أجرع على القيام بذلك؟ يقول لها هذا غريب شعرت بالفعل وكأنه تم صفعي على خدي تقول له لابد أنك كنت تحلم هيا انهض بسرعة وارتدي ملابسك هذا ليس الوقت المناسب للتحدث عن الأحلام بهدوء هناك رياح تهب من داخل الكهف نظراً لأن الجانب الآخر من الكهف مفتوح فهي تعتقد أنه توجد فتحة صغيرتهم من الرياح يقول ولي العهد ها هي ذا تسألهم الخط يقول يستطيع شعور بالسحر من داخل الكهف لا بد أن هناك شخص ما بالداخل تحضق به بنولبي وتقول يبدو مثل الشبح من المدهش أنه يستطيع ملاحظة ذلك يقول ولي العهد أنه في القصر الإمبراطوري لا أحد يستطيع استخدام السحر باستثناء السحر المتزمين بالتعهد وخلافهم سيتم التخلص منهم فوراً قبل أن يفلتوا تعتي مهمة من النظام لبنولبي مهمة مخفية قد ظهرت استكشاف الكهف المشبوه تقول بنولبي في عقلها أليس هذا خطيراً؟ ثم يسحب كاليستو سيفه ويقول نظراً أن كمية المانا ليست ضخمة فليس هناك الكثير من الأشخاص سوف يعود بعد قتلهم فلتبقى هنا لكن كاليستو كان يتهر النح دايخ كان تقول له إنه مريض فليجلس يقول لها كلا إنه على ما يرام فقط شعر بالدوار للحظة تسأله هل هناك خط في المكان الذي يصيب به في الأمس يبدو شاحباً يسألها لماذا؟ لقد رأاها تصفعه مذ قليل وكأنها كانت على أشك الرقص حينما يموت تتفاجأ هل عرف ذلك؟ يقول لها لو كان بالقرب من القصر لكان نقلها إلى السجن تحت الأرض كمعتدية إمبراطورية تقول لهم الذي يقصده كان خياراً لما فر منه من أجل إنقاذه يقول لها على أي حال فلتبقى هنا وسوف يعود ثم تلغط بالنب على نعم وتقول له أن يدمها سوف تأتي برفقته وتقول في عقلها أرادت الضغط على زر الرفض لكن لم يكن بيديها حيلة لو حدث شيء أثناء توجده وحده فربما تتأثر نسبة تفضيله ولا تهلم ما الذي يمكن أن يحدث لها لو بقيت لوحدها بعدها تلاحظ شيء الخنجر الذي أصاب جسد كاليستو بالأمس تقول لماذا يتواهج بهذا الشكل الغريب كما لو أنه يطلب منها التقاطه ثم تقول لابد أن هذه يجائز مهمة البحث الرئيسية هذه هي شارة المغتال تقول بنلب في عقلها المكان ضيق وهناك شيء مريد هل كان يجب أن لا تقبل المهمة؟ تأمل فقط أن لا يحدث شيء مميز بشأن نسبة الأفضلية ثم يقول ولي العهد لبنولوبي فلتنظر إلى هناك هل تستطيع رؤية الضوء الخافت المنبعث من هناك؟ يدو أن مصدر هذه المانا موجود بالقرب منها بعدها تنطفئ النار بسبب الرياح يقول كاليستو لبنولوبي أن تحذر خلال مسيرها من أن تستضم بالججان تقول له بنولوبي أنها بخير بدلا من قول هذا الحديث فليخطو قضما يلتفت إليها ويقولها فلتكون منطقية هل يمكن أن تكون حقا تتبع لعائلة أبيلة؟ تسأله ما الذي يرمي إليه؟ يجيبها في العادة لو كرت هناك أنيسة بمثل حالتها لكانت الآن تصرخ والدموع في عينيها من الهلاع والخوف ثم كانت سترتمي إلى أحضاني من معها لتحتمي تقول في عقلها ليصحوا من خيالاته ثم تقول له من سوء الحظ يا صاحب الجلالة أن هذا المكان ضيق جدا ومن المحال أن أقوم بذلك في المرة أخرى وحينما نسير في مكان واسع سأقوم بعناقك على الفور دون تردد وتقول في عقلها والمغزى من الارتماء في أحضانه طالما يخرجهما الاثنان من هذه الغابة حينها سأزول الخطر وينتهي الأمر ينتفت إليها ويقول إنه يتطلع إلى هذا كثيرا بعدها يكون هناك مساحة واسعة في نهاية الممر الضيق وهبت الرياح عليهما كانت بن ربي مظلمة وتقول كيف لهذا الشيء أن يكون وقف يحدق ولي العهد بعدها يقول إنها دائرة سحرية يبدو أن هناك من سولت له نفسه الجرأة في القصر الإمبراطوري بأن يقوم باستعمال السحر بلا إذن أو أنه قد وضع هنا منذ وقت طويل تقول بن لبي بكل تأكيد للوهلة الأولى يبدو مثل هيكل عظمي عطيق عفى عنه الزمان لكن الكهف رطب يحال من أن تبقى العظام على أحالها إذ عادة كانت لتذوب من هكذا مناخ ولن تبقى على هيئتها الأولى أبدا أضيف إلى هذا أن الرياح شديدة القصف والقوة حتى الشخص العادي ليترنح في وقفته منها لا تصدق أن هيكل عظمي ظل واقفا في مثل حاله هكذا تساءل بن لبي يا ترى لما أسفل ظهره غير موجود تجلس عنده ودد بالتفكير في بعض الأحيان يتم العثور على الجثة المحنطة واقفة بجرد أن يظل جثته السفلي محافظا على جلده كذلك عضلاته لتبقى هكذا يحال أن يكون هذا الهيكل لإنسان المحنط لكن هل يعد سبب بقائه هكذا أن بقاياه قذبت فتغلغلت في الشقوق الممتلئة بهذه الأرضية؟ طبعا أنت تعرفوا بن لبي كانت باحثة عن الأثار تحفر في المناجم وانتبحث عن الأثار لهيك هي مهتمة في الموضوع يقول لها ولي العهد أن صلب حفاظها على شكلها هو المانا ويسألها كم مرة رأت جماجم؟ إنها لم تبدو منتهشة للغاية بتوتر بن لبي لقد تحدثت قبل قليل دون أن تعي نفسها يقول كاليستو يبدو أنه قد استعمل جسده كقربان ليعمل هذه الدائرة السحرية ومما يظهر أنه راهن بحياته على هذا السحر تستغرب بن لبي جسده قد تمزق وهو حي؟ يقولها كاليستو ربما توجب عليه استخدام السحر لكي يحافظ على هيئته لربما كانت غايته هي الحفاظ على هذا السحر حتى بعد موته لم يكن يدري أن السحر يمكنهم أن يستعمل قواهم لمثل هذه الحيلة الفذة لا يعلم أي نوع السحر قد نفذ هدفه لكن في القصر الإمبراطوري هو شديد الحظ لا بد أن هذا الشخص قد مات في منتصف مسعاه تفكر بن لبي هذا الشخص جاء إلى عمق هذه الغابة من داخل القصر الإمبراطوري لكي ينفذ مثل ذلك السحر المهيض؟ إذا نجح فما الذي كان سيحصل؟ يكمل ولي العهد أن هذه الدائرة السحرية لا تزال تتفاعل مع باقي السحر الموجود في هذا الهيكل يجب أن يكون أحد الذين قد سخروا حياتهم لفعله أمرا واحدا استلسيفه ويقول لبن لبي أن هذا أمر خطير فلترجع للخلف ثم يقوم كاليس بتدمير الدائرة السحرية تسأله بن لبي هل انتهى؟ يجيبه أجل دمره بالكامل ولن يكون هناك محفزات غير معتدلة في المستقبل فليكتشف الآن نوع السحر الذي كان يحاول هذا الشخص القيام به تحضق بن لبي في كاليستو؟ رفع سيفه وكان يحاول أن يقطع الهيكل تبسكه بن لبي وتقول له ما الذي كان يفعله للتاو يقول لها كاليستو يقطع الهراعه تسأله لماذا؟ يجيبها لكي يلقي نظر على هذه اللفيفة من أجل أن يعرف ما السحر الذي حاول القيام به داخل غابة القصر الإمبراطوري تقول له بن لبي ليس عليه تدمير عظامه لإخراجها يقول لها إذن هل ستلمس الأميرة اللطيفة عظام يده وتقوم بإخراجها؟ تجيبه أجل يقول لها ماذا؟ تجيبه ستقوم بإخراجهم لأجله وتقول حسنا أردت أيضا أن تلمس عظام إنسان مرة واحدة في حياتها على الأقل لا يمكنها رؤية مثل هذه العظام لتنتحطمها بوسطة سيف يجب الحفاظ عليها جيدا ثم تقول بن لبي لكاليستو أن يرجع للخلف لفترة وأيضا فليضع صيفه بعيدا تقول بن لبي للجمجمة أنا أعتذر منك لكن سأقوم بلمسك يسألها كاليستو ما الذي تفعله؟ تجيبه أنها ستلمس عظامه لذا يجب عليها أن تكون مؤدبة تدعو من أجل راحة الميت وحتى لا يكون هناك أي مشاكل حتى لو تم إخراج الأفافة يقول لها كاليستو أنها تقوم بفعل أشياء لا فائدة منها تحدق بن لبي وتقول مات وهو متمسك بها الجزء الذي تعفنت فيه اللفيفة والعظام يوجد بها الكثير من السخام تتمنى لو كانت لديها فرشة لتزيلها لكن يجب أن يكون هناك شيء من هذا القبيل في كهف المهجوء بعدها تصمت وتقوم بقطع شعرها يوسكها كاليستو يقول لها ما الذي تفعله؟ تخبره تقوم بقص جزء من شعرها يسألها لماذا تقوم بقص شعرها بخنجر إنه خطير تقول له لتصمع فرشاة يقول لها فرشاة؟ لماذا؟ ثم تغضب وتقول ألم تخبره أن يبقى في الخلف أنها ستتولى الأمر؟ الآن لا يقاطعها لأنها مجغولة ولينتظر هناك يقول لها يذل وقاحة كيف تجرؤ على التحدث لولي عهد الإمبراطورية هكذا؟ إنها وقاحة في كالت الحالتين لقد تراجع بهدوء السيد كاليستو تقول بنولبي من الأساسيات الأساسية إزالة المواد الغريبة من الحفريات بفرشاة أثناء العمل الميداني شعرها ناعم جدا بحيث كان لا يحتاج إلى تمشيطه لكنه أفضل من لا شيء ثم تقول حسنا لقد قامت إزالة المواد تقريبا التي رأتها لكن ماذا تفعل؟ يدو أنه بسبب تعفل الجسد ورطوبة الكهف العظام والورق كانا ملتسقين ببعضهما إذا قامت بسحبها بقوة فهناك احتمال كبير أن تتمزق الورقة تحتاج أولا إلى إزالة الرطوبة ومن ثم تنظر إلى الشعل التي كان يحملها كاليستو في وقت سابق الجزء المتفحم من العظام هش للغاية ويجب عليها التعامل معه بحذر في الأصل يجب حفظه وتشفيفه بعد نقله إلى غرفة معاقمة لكن ليس أمامها خيار الآن بعدها تقوم بفرق الجزء الهش من الشعلة باللافيفة ويد الجمجمة تسألها كاليستو ما الذي تفعله الآن؟ تجيبه ستقوم بإزالة الرطوبة لتتمكن من إزالة الأجزاء المتصقة بالعظام بسهولة يقول لها لماذا تتعامل هكذا معاه؟ فقط فالتقم بقطع العظم تجيبه أن هذه طريقة واحدة لعدم تلف الأفافة والعظام قدر الإمكان تتمدى لو كان لديها بعض الأدوات مثل الملاقط أو المقصات أو شيء من هذا القبيل أو على الأقل قفازات يسألها كاليستو هل درست علم الآثار؟ تتوقف بنولبي وتسترجع ذكرياتها من الماضي ثم تجيبه أنها فقط قرأت بعض الكتب في المنزل يقول لها إنها غريبة جدا إنها مهتمة بأشياء لا تفعلها النساء النبيلات تغضب وتقول له شكرا لي مديحه الآن بعد أن انتهت من كل شيء عليهم فقط انتظار الفحم لامتصاص الرطوبة كانت دهما التسختان يقوم كاليستو بتقديم منديل لها تشكره بنولبي وتسأله هل يحمل مثل هذه الأشياء معه دائما؟ يقول لها كيف تفكر به الأميرة؟ تقول في عقلها إنه وغض مجنون تجيبه إنه أمير شجاع يبتسب ويقول أنه حصل عليه من فتاة صغيرة من عائلة نبيلة قبل مسابقة الصيد لتتمنى له أن يفوز في المسابقة استغرب ماذا؟ المنديل بالفعل قد أصبح أصباد ومتسخ يكمل للأسف بسبب الأميرة لا يمكنه استخدام هذا المنديل بعد الآن بهذا يكون قد تجاهل إخلاص الفتاة نبيلة بغير قصد أليس كذلك؟ تعيد بنولب المنديل وتقول له أن يغسله وليعيد استخدامه يقول لها ألا تقول له أنها ستعطيه منديلا شديدا كهدية؟ تقول له أنت تحلم وشكرا لك على إقراط إياه يحزن كيف لها أن تكون بهذا اللؤم؟ تقول بنولبي لحصد الحظ كانت محقة في استخدام الفحم يمكن أن يتلف الورق القديم إذا تمت إزارته بأيد عارية دافئة بعدها تزيل بنولبي اللفيفة كانت بنولبي تحضق في اللفائف وهي سعيدة يقول لها كاليستوم الذي هي مغرمة به إنها بحاجة لتفقدها كانت سعيدة وتقول كلاهما خرج بسلام لم تستطع التنفس حتى لأنها كانت تخشى أن ينكسر واو حساها قاعدة بتولد وجابت طفلين الحقيقة اللفافتان مربوطتان بشريط واحدة بالأحمر والأخرى بالأزرق كان الورق في حالة جيدة جدا كما توقعت باستثناء علامات لعفن حيث لم تكن هناك حشرات تعفونات أخرى والبثير للدهشة أن الجزء العلوي من الجزء الفاسد قد يكون سليما بمجرد إخراجهما بأمان سوف تقوم بنقلها إلى مكان آمن وتقو بعدها يأتي كاليستو ويسحب الوفائف يقول لها ما الذي تفعله هيا فلتفتحها تقول له بنول بأن ينتظر للحظة لكن كاليستو قام بفتحها تخبره ألا يتعامل مع الآثار بإهمال شديد تأتيها إشارة من النظام استكشاف الكهف الغامض لقد نجحت المهمة المكافأة خريطة صحرية قديمة الحد كاليستو يقول انتظروا أليست هذه خريطة لهذه الغابة؟ يقول لها فلتنظر إلى هنا بعدها يقوم كاليستو بتوسيع الصورة في الخريطة كانت بنول بمظلومة ماذا؟ إنه يتوسع ويضيق تماما مثل الكمبيوتر اللوحي يقول كاليستو يبدو أن هذا الشخص كان يحاول عمل بوابة انتقال تؤدي إلى هذا المكان تستغرب بنول بي في هذا الموقع من أراضي القصر الإمبراطوري؟ يقول لها إذا نظرت إلى الجنب الآخر ستعرف من أين أتت هذا يبدو كخريطة في مكان ما بعدها يظلم لي العهد ويقول هذا مذهل إنها بالتا خريطة للدولة السحرية القديمة لم تكن بنولبي تعرف ما هي هذه القرية يقول لها كاليستو إنها جزر أرتيشة الحالية إنها لا تعرف بخصوصها لأن معظم التاريخ حولها قد تم محوه بالكامل تقول أنها تذكرت وتقول في عقلها أين ذلك المكان؟ كانت تتظاهر بأنها تعرف يقول لها إنها تعرف حقيقة أن السحر قد تم نبدهم صحيح؟ بالتا تكون البداية لاضطهاد السحر في تلك الأيام قبل أن يكون السحر مسوقا بالقدر الحالي إنشأ بعض السحر دولة تسمى بالتا وحاولوا السيطرة على العالم القدماء الذين نالوا النصر بعد حرب شرسة قاموا بمحو بالتا من الخريطة ونبذوا جميع السحر الآن الأمر ليس أكثر من مجرد أسطورة قديمة إنها المرة الأولى التي يرى فيها مثل هذه البيانات التاريخية تسأله بنولبي إذن ذلك الهيكل العظمي يخص شخص كان في تلك الحرب؟ يجيبها يبدو أنه كان يحاول صنع بوابة من أجل المرور مباشرة من بالتا إلى القصر الإمبراطوري لكن بسبب المسافة هناك حدود لللفيفة تفكر بنولبي لو أن هذا السحر لم يموت في منتصف محاولته لفعل ذلك بوصف ذي السحر فربما قد قام السحر باحتلال الإمبراطورية وأصبح الدولة تابعة لهم لا تستطيع تخيل ذلك السحر الذين قبلتهم كانوا أشخاص جيدين وبعيدين كل البعد عن احتلال العالم تقول لهذا تحب علم الآثار حقيقة أن أوضاع البشر يمكن أن تتغير بوسطة فارق بسيط لا يوجد شيء يمكن أن يوضح هذا أكثر من الآثار التاريخية يقول كاليستو لو كان مطقنا لهذه اللغة لكان بإمكانه استخدام هذه اللافيفة للخروج من الغابة على الفور في النهاية هي مجرد خريطة قادمة يمكنهم استخدام خريطة الغابة لإيجاد طريقة كي يخرجوا من هنا ثم يقوم بلفها ويقول أنهما لا يحتاجان لها تقول بلنب في عقلها لكن هذه اللفائف هي مكافأة لهذه المهمة هناك دائما سبب لكونها كذلك بعدها تأتيها إشارة من النظام الخريطة السحرية القديمة يمكن استخدام كل واحدة منها ثلاث مرات فقط فالتقم بالإشارة إلى المكان الذي تريد الذهاب إليه والتقل بصوت عالي اذهب شيء مفاجئ سوف يحدث تخف وتقول ما هو الشيء المفاجئ الذي سيحدث الآن ثم تقول بنلب لولي العهد أنها لربما تعرف كيفية استخدام اللافيفة يقول لها هل ربما الأميرة تعلم كيفية إلقاء التعاويذ السحرية القديمة؟ تسأله هل يقوم الآن بالاستهزاء بها؟ وتقول في عقلها ما الذي يعنيه فقط سوف تقول كلمة إذهب يقول لها ولي العهد أنه لا يستهزئ لكن أليست الأميرة لا تنتلك أي مهنة؟ تجيبه ألم تخبره من قابل أنها قرأت بعض الكتب؟ قمت بدراسة مبادئ السحر الأساسية تحسبا من أجل إذا حدث شيء ما وسحر الانتقال شيء شائع إنها من الأساسيات التي يجم على النبلاء معرفتها كانت بنلب تقوم بخداع كاليستو يقولها كاليستو يبدو أن قائمة الأشياء التي يجب على النبلاء معرفتها تغيرت منذ آخر مرة ذهب فيها إلى الحرب ثم تقوم بتكبير تقول من الأفضل أن لا يدعو الآخرين يعلمون قدر الإمكان عن ما حدث هنا لهذا فهي تفضل مكان بعيد عن المدخل الذي يتواجه عنده العديد من الأشخاص وتكبر عند منطقة الأرانب تقول أن يذهبوا هنا إنها منطقة صيد الحيوانات الصغيرة تقول في عقلها إنه البكان حيث بدأت هذه الفوضى كلها وتقول لكاليستو إذن فليحاوله فليبقي أصبعه على هذه المنطقة كان كاليستو مستغرب تقول في عقلها إنها تعرف أن الأمر مثير للشبهات فليتفكر أنه سيخرج من هذا المكان بفضلها وتقول حسنا سوف تقول اذهب ثم تقول اذهب لكن تظهر منها لغة سحرية غريبة تغلق بنولبي فمها على الفور من الذي قالته الآن تأتيها إشارة من النظام الخريطة السحرية القديمة الغابة الشمالية استخدام اللفافة من أجل الانتقال إلى تلك المنطقة بعدها ينتقل الإثنان ويذهب إلى منتصف الغابة كانت مستغربة ما الذي خرج من فمها للتو يقولها كاليستو لقد كان الأمر حقيقيا لا يصدق أنه بإمكانها التحدث من لغة سحرية القديمة لم يكن لديها أي فكرة أن الأميرة يمكن أن يكون لديها مثل هذه المعرفة المفيدة كما هو متوقع الشائعات التي تنتشر عنها في كل مكان لا يمكن أن يتم تصديقها لابد أن درست أساسيات السحر قد كان مفيدا ويصبح مقدار الحب 35% تقول في عقلها لا حجب في ذلك هل هذا المقصود بكلمة مفاجأ؟ إلى أي حد يمكن أن ينتماد نظام اللعبة هذا وتقول لكاليستو على أي حال لا بد لها من إجراء بحث رسمي عنها لذلك ستأخذ الأفائف معها يقول لها حسنا لن يحتاج إليها مجدنا على أي حال ثم تقول له بنولبي هيا فليذهبا ليعودا للداخل يقف كاليستو ليغادر لكن فجأة يمسك رأسه ويصرخ ثم يقع على بنولبي تنادي عليه وتقول لا هل هو بخير؟ محطق في وجهه إنه شاحب جدا الكهف كان مظلما للغاية لدرجة أنها لم تتبكر من ملاحظة الأمر منذ متى وهو بهذه الحالة؟ تقول لها أنه تأذى صحيح؟ يقول أنا بتخبره أن لا يموت أمامها؟ لا يعتقد بأنها قلقة عليه هي فقط قلقة من التخلص من الجسد الميت تصرخ وتقول هل هو يمزح معها الآن؟ يجيبها لا بأس لن يموت تقول له كلا هذا غير نافع هيا فليستند عليها وليذهبا يقول لها فقط لا تكون قسية القلب مثل ما تقول الشائعات عنها فلتذهب وتخبر شخص ما أن يأتي كي يأخذه من هنا وإلا عندما يستيقظ سوف يندم على هذا ثم يقع كاليست على الأرض تنادي عليه بنولبي تقترب وتقول لقد أخبرها أنه لن يموت سرعة نبضة قلبه أبطأ من هذة الصباح لا يمكن أن يفلح هذا وتقول له أنها سوف تعود حالا ومعها أشخاص آخرين لهذا فلينتظرها هنا تقول في عقلها يجب أن تحضر أي شخص بسرعة صعيدة بأنهما قد أتيا إلى منطقة صيد الحيوانات الصغيرة مباشرة إذا ذهبت أبعد قليلا بعد ستجد مدخل الغابة إذا كان قد ذهبا أبعد من هذا الحد فإن الحراس سيبحثون عنهم بالتأكيد بعدها ترى الحراس تقول لهم في الغابة سمو ولي العهد إنه في الغابة فليسرع إلى ولي العهد إنه في حالة حريجة بعدها يمسك بها الحراس يصرخ بسرعة أن يقول أن سمو الأميرة إيكارت قد عادت تقول ماذا؟ هل قموا بالقبضة على مجرم؟ تقول لهم أن يسمعوا الوقت ليس مناسب لهذا ولي العهد في الغابة بعدها يأتيها هذا الفارس ويقول سمو الأميرة بنولبي إيكارت بسبب محاولاتها لقتل أحد النبلاء سوف يتم اعتقالها وبشكل عاجل تقول بنولبي إنهم يقومون باعتقالها فجأة إن حدثها لا يخيب أبدا والآن ما الذي سيحدث لبنولبي التي سيتم سجنها وولي العهد الذي لن يذهب أحد لإنقاذه هذا ما سنراه في الحلقة القادمة السلام بسكو الخيتام وداعا